بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في part 9 strength design method In the strength design method, the surface loads are increased sufficiently by factors to obtain the load at which failure is considered to be imminent This load is called the factor load or factored surface load الكلام ده معناه أننا في strength design method أن كل الأحمال اللي عندي اللي هي surface load والlife load بنحاول نضربهم في factors, factors ديت وليكن 1.4 plus 1.6 بنضربها في life load علشان الأحمال دي يتمثل للحالة القصوى اللي ممكن المنشأ يوصل لها وفي الحالة ديت يبقى الفيلير اللي عندي imminent يعني وشيء الحاجة اللي بعد كده لازم strength provided تبقى أكبر من أو يساوي strength required to carry factored load بمعنى إيه؟ إن أنا فيه section صممته، السيكشن دوت ليه أبعاد وفيه reinforcement معين فنقدر نحسب له strength بتاعته strength ديت لازم تبقى أكبر من أو يساوي strength المطلوبة ليه الكلام دوت؟ علشان يدينا درجة مقبولة من الأمان طيب إيه الرسمة اللي احنا شايفينها ده؟ ده combination عندي من اللوتس اللي موجودة على الفريم دوت عندي مثلا الwind وعندي السنو وعندي life load وعندي الwind في الاتجاه الvertical على الفريم لما بنيجي نصمم بنعمل combinations من اللوتس ديت بمعنى إن كل اللوتس دي بتضريف فاكتور وبوصل لللوت النهائي اللي أنا هشتغل عليه علشان يديني درجة مقبولة من الأمان وهي الدرجة اللي صعب يوصل لها اللي structure دوت في الحقيقة لإنه لو وصل لها هيبقى عندي الفيليار imminent طيب في مجموعة من النوتس ناخد بنا منها بتحديد الstrengths The strength provided has commonly referred to as ultimate strength بمعنى أعلى strength حوصل لها في التصميم اللي هي MN دي بنسميها ultimate strength number two It is a code defined value for strength and not necessarily ultimate بمعنى إيه الكلام دوت كلمة strength في الكود إن أنا مش لازم أشتغل فعلا على actual strength بتاعة الخرصانة أنا ممكن أصمم على قيمة معينة وليكن 85% من مقاومة الضغط number three the ACI code uses a conservative definition of strength بمعنى أن تحديد قيمة الstrengths ديت ما بيبقاش مبالغ فيها إذا استخدمت الACI code المثقات quería הח 자신فة في الكرربة لضعاتف أجربна TAR